طيب المعلومات عن الأدوية عن متى بتكون صعبة ان اي حد يفهمها ازاي بتقدر تحطها في وقت قليل وتكون بسيطة ان اي حد يقدر يفهمها بصي انا من اسلوب ان انا بحب اشرح او اوصل المعلومة بطريقة مبسطة واللي يقدر كل الفئات اللي انا بتتبعني فئات كتير فبقى حاول اوصل لمستوى جميع الفئات ان هو يقدر يفهمني اوصل ان مثلا فيه طلبة صيدالة مثلا بتتابعوني فيه ناس عداية بتتبعني لازم اوصل لك المعلومة بالطريقة ان انت تفهمها مش هقدر اقول لك مثلا اصدقاء المصطلح العلمي بتاعه كذا هيفصل على طول احنا اساسا بنعف من اول اسم الدواء هيفصل ايبا احنا بنعف من اول اسم انا اقول له ده بيعمل كذا 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 وخلي بالك عشان كذا 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 ودي ما وانعه كذا 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 مثلا حاجة ما تنفعش مثلا مع حامل مع مرضى ضغط مثلا لا دي خلي بالك منها دي كويسة دي مش نص ونص دي معقولة في حالتك انت تبقى حلوة ممكن ما واحد تاني تبقى وحشة فدي بتخترف طبعا من بين قدم للتاني وهي تبقى فرايتيز لان انا بخاطر ناس كتير فلازم بوصل ابصت المعلومة عشان الناس كلها تفهمهم او بحاول يعني